اشتماع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني ولاعبي المنتخب عبر الاتصال المرئي وذلك بمشاركة معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشباب والرياضة والشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم ومحمد بن جلال عضو لجنة المنتخبات وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالحضور مؤكدا سموه على أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم من أجل رعاية اللاعبين في الفترة الحساسة التي يمر بها العالم مع انتشار جائحة كورونا وخلال الاجتماع طلع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الخطة الإدارية للاتحاد البحريني لكرة القدم واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى إعادة التدريبات اليومية للمنتخب الوطني والاحترازات التي سيتخذها في هذا الشأن بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والتنظيمية لعودة تدريبات المنتخب علاوة على المباريات الودية المقترحة التي سيخوضها المنتخب في الفترة المقبلة كما استمع سموه إلى شرح من قبل المدرب هليوسوسا عن الخطوات الفنية التي سيتخذها في حال عودة التدريبات اليومية ورؤيته الفنية في المباريات المقبلة للمنتخب الوطني خاصة في التصفيات المؤهلة إلى نهائية كأس العالم وكأس آسيا ومن جانبهم عهد لاعب المنتخب الوطني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ببذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة الظهور المتميز في المباريات المقبلة للمنتخب الوطني مؤكدين أن متابعة سموه واهتمامه بلاعب المنتخب تمثل حافزا لهم من أجل مواصلة طريق التدريبات اليومية وحصد المزيد من النقاط في المباريات المقبلة اشتركوا في القناة ولا ينساه أي بحريني ولا بحرينية ولا أي محب لهذا البلد الكبير باسمه وكبير بفعاله يعني الحقيقة أنا اليوم سعيد أني أشوفكم وحريص أني أشوفكم ومو بس أني أحفزكم ولكن أذكركم أول شيء بالإنجاز اللي احنا أنجزنا هذه ذاكرة ما تموت ونبتدي نستذكرها على مر السنين لأن الحقيقة هذا تاريخ أنتوا دخلتوا ونحتوا أسمكم من قائمة إنجازات مملكة البحرين وصرتوا من ضمن أبطال هذه المملكة فهذا الإنجاز الحقيقة يعني كل يوم يتجدد في نفسنا ولكن مثل ما قلت لكم نحن دائما نتطلع إلى القادم نتطلع إلى الإنجازات اللي أمامنا والتحديات اللي أمامنا وخاصة في هذا الوقت اللي نحن نعيشه هاليوم يعني هذا الوقت الحقيقة يعني غريب شوي من نوعه ولكن يتطلب إلى ناس ذو عزيمة وذو إصرار يتقبلون التحديات ونواكب هذه التحديات ومهما صار لابد أن نحن نواصل على نفس هذه السمعة ونفس الأداء الشطارة هاليوم والفوز للشخص اللي هو بيتكيف أسرع وبيتأقلم أسرع مع هذا المرض الجائح فنحن تعودنا بشيء واحد تعودنا نحن نوفي بوعودنا نحن نضع الأحلام فوق ونوفي بها نراهن على أنفسنا ونحن يا المسؤولين نراهن عليكم فأنتوا جنودنا اللي في ساحة هالمعركة اللي نحن نستخدمها بهالعبارة هذه لأن حقيقة أي واحد يرفع علم مملكته أو علم بلاده ويناطح فيها السحاب فهذا جندي من جنود هذا الوطن الوعد هذا اللي نحن نوعد فيه مملكة البحرين لابد أن نحن نوفي فيه وما نوقف عند حدنا هذه يعني مب نهاية الإنجاز أمامنا إن شاء الله إنجازات أكبر واللي راح يشوفون إن شاء الله الناس هي أن نحن راح نواجه التحديات بنفس الروح اللي احنا واجهناها في السابق أنا الحقيقة يعني أبغي أحفزكم أني أشوفكم اليوم عشان أذكركم أن ترى بمباركة من سيدي جلالة الملك الله طول عمره وبمتابعة سيدي سمو وللعهد وأيضا سيدي سمو رئيس الوزراء لكم شخصيا ومحبتهم لكم شخصيا وللأسرة الرياضية بشكل كامل عطونا الحمد لله الأوامر إن احنا نمشي في خطوات بالتنسيق مع الطواقم الطبية إن احنا إن شاء الله نستأنف الدوري والنشاطات الرياضية باللي نقدر عليه من ضمن الشروط الطبية فأنتوا إن شاء الله نتوقع منكم بذن الله يعني في هالشهر القادم إن أنتوا خلاص تبتدون موسمكم وتباشرون باللعب وتباشرون إن شاء الله بالمنافسات فهلا الله في اللياقة الله الله في الصحة والنوم من وقت والأكل الصحي وغيرها أنتوا تعرفون هالأشياء ذي كلها ولكن أبيكم تجهزون جاهزية كاملة تحطون في بالكم إن ما تجينا التزاماتنا الدولية اللي هي في شهر عشر إن شاء الله أمام المنتخبات اللي تأهلنا إلى تصفيات كاس العالم إلا أنتوا في عز طاقتكم وعز لياقتكم فأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذا الموسم الجديد وأتمنى إن شاء الله أن أنتم تحافظون على هذه اللياقة وهذه الروح اللي إحنا شفناها منكم ترجمة نانسي قنقر